إلى ذلك وفي ساعات متأخرة من مساء أمس الثلاثاء كل من الأمن الوطني ومدرية نشاط الاجتماعي لولاية عامة قاموا بزيارة تفاقدية لسكان البدوى الروحل حيث تم تقديم وجبات ساخنة وأفرشة وهذا ما زاد من موانستهم في هذه الكارثة التي عرفها سكان البدوى الروحل جراء تساقط ثلوج بالمنطقة تفاصيل مع مصفى دحاوي قامت مصالح أمن الولاية النعمة بزيارة هؤلاء الأشخاص الذين بدون مأوى والذين تعرضوا لتقلبات الجوية خاصة تساقط ثلوج بغزارة مصالح أمن الولاية النعمة بخارجة ميدانية لتفاقد العائلة بدون مأوى خاصة البدوى الروحل وتقديم وجبات ساخنة وأفرشة وأغطية بتنسيق مع مديرية النشاط الاجتماعي لولاية النعمة خرجتنا هذه خاصة في فترة الليل لتقديم للوقوف على معاناة هذه العائلات وحاصر وحاصر وإحصاء كل احتياجاتهم كما قدمنا لهم بعض الإعانات تقبلنا أحبيبية تقبلنا أقبلنا أشينا أقبلنا أشينا أحبيبية السلج لولاية دراري همتي ما قدوش نخرجهم كهكال الدار ما قدوش نرفضهم لها كون ما نرفضهم ما يترفضون ناش جابوا لنا العشاء